أكد مندوب مصر الدائم لدى الجامعة الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية السفير محمد مصطفى عرفي على ضرورة الوقف الفوري غير المشروط للعنف وطالب مندوب مصر خلال أعمال الدورة غير العادية لمناقشة تطورات الوضع في السودان طالب بإتاحة الفرصة لإنجاح البيهود التسوية بالسودان إن ما يجري بالسودان يدمي قلوبنا جميعاً ونراه أمراً جللاً شديد الخطورة على أمن السودان وعلى الأمن القومي العربي برمته إننا نؤكد من هنا باسم رئاسة المجلس على ضرورة الوقف الفوري غير المشروط للعنف وإتاحة الفرصة كاملة لإنجاح جهود التسوية وجعلها تؤتي ثمارها في القريب العاجل ونحذر من هنا باسم رئاسة المجلس من أن المساس بالمدنيين بالسودان واستهداف منشآتهم لا سيما الطبية منها هو أمر خطير للغاية ويمثل انتهاكاً واضحاً وسافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني نقولها بكل وضوح ممكن كي يعيها من كان له قلب وألقى السمعة وهو شهيد نؤكد من هنا باسم رئاسة المجلس على وحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادته فمصلحة جمهورية السودان وشعبها تظل أولوية قائمة للأمة العربية